في فناء مدرسة مدمرة وباحة مقتضة بالركام يتجول هؤلاء الأطفال بين الأنقاض في المناطق المحررة شمع المحافظة حجة بعد أن عبثت الحرب بكل سبولهم المعيشية والتعليمية يقفون على أطلال مدرستهم التي اعتادوا ارتيادها في أعوامهم الدراسية السابقة وقد استوت بالأرض على يد ميليشيا الحوثي وتناثرت أمالهم في المكان في تاريخ 28 مارس الماضي قامت ميليشيا الحوثي بتفجير كامل لمدرسة الكداري تشاهدونها بعد قليل وكما قامت بتفجير جزئي لعدل ثلاث مدارس مدرسة طارق بن زياد ومدرسة النور ومدرسة تحفيظ القرآن الكريم في بني الأكوى مشاهد الحرب لم تتني الأطفال عن مواصلة التعليم فكانت الأشجار والخيام ودور العبادة مواقع بديلة على المدارس بعد أن اكتذت الفصول التي لم تطلها الحرب بعشرات التلاميذ وتأخر تدشين العام الدراسي الجلوس على الأرض أبرز المعوقات في مسيرتهم التعليمية بالإضافة إلى احتياجهم للمناهج وافتقار ذويهم لتوفير مستلزماتهم الدراسية فضلا عن نقص الكوادر المؤهلة من المعلمين لطلبة يقدر تعدادهم بنحو 2500 طالب وفقا لمكتب التربية والتعليم في المناطق المحررة نحن لن ندع أطفالنا والأطفال للجهل لأن الجهل قنبلة موقوتها وما نواجهه الآن هذا كله بسبب الجهل فنرجع أن الدولة تولي اهتمام بهذا الجانب وهذا جانب الجبهة لا يقل عن الجبهة العسكرية يبعث حماس هؤلاء التلاميذ الحياة وسط الدمار وتلوح آمالهم بحثا عن بيئة توفر لهم أفسط متطلبات المستلزمات التعليمية تعويضا عن سنوات الشقاء والحرمان محمد يوسف لقناة بلقيس محافظة حجة ترجمة نانسي قنقر